اشتركوا في القناة خلال غضايانا هي ثابتة ومحددة من خلال غضايا الدينية الإنسانية الثغافية الاجتماعية وحتى القيامية هدفنا هو إثراء المجتمع برسائل إيجابية قد نتطرغ إلى الغضايا الاجتماعية والأسرية وحتى غضايا أطفال ولكن محتوانا كلها ديني من خلال آيات الغرآن وحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم راح يكون عنوان حلقتنا يتكلم فيه عن تجنب المغارنات باسمكم مشاهدين الكرام الرحب بإمام مخطيب الزالة الغافي الدكتور مشعل تركي الضفيري حياك الله دكتور نسي حياك الله يا مرحبا السعى المباركة بك ومشاهدين ومشاهدات يا مرحبا دكتور نلغالي تجنب المغارنات هي للأسف هذا الأمر الآن موجود وقد يكون عند النساء أكثر بكثير من الرجال وهي موضوع المغارنات أحيانا ربعنا واجماعتنا وحوايبنا أيضا يحاولون يتكلمون عن المغارنات بطريقة خاطئة يعني أنت غارل نفسك مع ناس يعني على مستوىك وهذا ما يعني أن أنت تطمح لا أطمح ولكن لا تخلي طموحك يعني يسبب لك مشاكل أسرية واجتماعية وأيضا مشاكل داخل البيت لوني بنعطي مقدمة عن المغارنات بسم الله الرحمن الرحيم ذو الله رب العالمين وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبل أن نذكر قضية المغارنات أحب أن نذكر قضية الأرزاق الله تبارك وتعالى أرزاقه واسع وكثير فهذا يعطيه مال وهذا يعطيه حدة في الذكاء وهذا يعطيه زيادة في الأخلاق وهذا يعطيه زيادة في الحل فهناك أرزاق تختلف وهناك أرزاق فطرية وهناك أرزاق مكتسبة يعني أذكر حادثة الأشج بن قيس لما جاء وفد من البحرين وكانوا يريدون الإسلام فجاء مع قومه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان معه أصحابه تركوا إبلهم وجاءوا مسرعين للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يقبلهم الرأس وهذا يحتضى النبي صلى الله عليه وسلم الأشج بن قيس لم يستعجل وإنما انتظر فعقل الركاب العبل عقلها ثم اقتسل وتطيب ولبس أجمل ثيابه ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أشج إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله سبحان الله فقال يا رسول الله هذه أو هاتان الخصلتان جبلني الله عليهما أم خلق اقتسبته قال بل جبلك الله عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويحبه رسول الله أنا ودي بس تقول لي الجبلة ما المقصود الجبلة هي فطر رزق مكتسب الحلم والأنا قال ما هم يرزق قال الحلم والأنا فهذا الحلم والأنا الأنا تؤدى عدم الاستعجال الحلم يكون سان صبور ما يستعجل في الأمور فهذا رزق من الأرزق فهذا رزق من الأرزق فطري فطري وهناك أرزق مكتسبة بالاجتهاد والتعب والسهار والتحصيل فبعض الناس يريد من ابنه من ابنة تكلم عن الأبناء غالبا تكون مقارنة بالأولاد بالأولاد يريد أن يكون كفلان لا يا أخي فلان أعطاه الله تبارك وتعالى ذكاء وفلان أعطاه الله تبارك وتعالى حفظا وفلان أعطاه الله تبارك وتعالى حلما وأخلاقا وصبرا وهكذا هي أرزاق هي أرزاق وعلى الإنسان دائما أن يحمد الله تبارك وتعالى على ما أتاه الله عز وجل ويسأل الله تبارك وتعالى الرزق من ذلك لكن هي أرزاق مثل المال الله جل وعلا ماذا يقول يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشعر صحيح فالله تبارك وتعالى يعطي هذا ويمنع ذاك هو الذي أضحك وأبكى ومات وأحيا فالله سبحانه يغني لماذا حتى يحتاج الناس بعضهم إلى بعض ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض الله هدمت لكن سبحان الله العظيم يحتاج الناس بعضهم إلى بعض لو جعل الله كل هؤلاء الشعب مثلا أغنياء مثلا أغنياء من يعمر هذه الأرض من الذي يشتغل من الذي يعمل لو كان الناس كلهم أطباء طيب من الذي يقوم ببناء البيوت وعمرانها ويهندسها وهكذا من الذي يحمل بلاد وإلى آخره يعني دكتور نبدأ أن المقارنات لها سلبيات ولها إيجابيات لها أولا أولا المقارنة أنا أقول خطأ زين أنا ودي ناخد فاصل وشكرا تتكلم على المقارنات سلبية والإيجابية شاهدين كرام بعد الفاصل نحن نتلاحكم من جديد حياكم الله مشاهدين الكرام ياهلا ومرحبا فيكم بلا شك أننا تكلمنا فيها في الجزء الأول على المقارنات لا شك أننا مقارناتنا يا أخوان ويا طيبين أن تجنبوا كثير من المقارنات التي تأثر على حياتكم الإجتماعية والأسرية لعله يمكن حتى هذه المقارنات لها دور سلبي في حياتك أنت شخصيا شيخنا الغالي الجزء والله تكلمنا فيه بشكل عام عن تجنب المقارنات ووقفنا عن جزية سلبيات وإيجابيات المقارنات نعم قضية الإيجابية تكون من باب الثناء يعني من باب رفع همة هذا الإنسان ترفع همة هذا الإنسان وتضرب الأمثال في بعض الوقائع يعني أحيانا مثلا أحيانا أحيانا يطلب الإنسان العلم في قضية معينة فيفشل ثم يطلب العلم فيفشل فيطلب العلم فيفشل ليس في ذلك بأس أن تقول فلان كان يطلب العلم فلان كذا وكذا واجتهد وإلى أن أصبح كذا كذا فهذا مما يرفع همة هذا الطالب مما يذكر عن سيبويه سيبويه يقاء أو الإمام الكسائي عفوا يقول أنه تعلم النحو في البداية في البداية الأمر فلم ينجح فشل ثم تعلم مرة ثانية فلم ينجح والثالثة فهو جالس فوجد نملة ترفع نوات نعم حبة من الشعير حبة من كذا ترفع فرفعتها ثم سقطت فرفعتها ثم سقطت فرفعتها ثالث فرفعتها الرابعة ثم قامت هو الآن عمل مقارمة هذه النملة أربع محاولة أربع محاولة قال أعجزت سيقول عن نفسه أن تكون همتي كهمة هذه النملة أربع مرات ثم نجحت ورفعت فتعلم النحو علو الهمة في مناحية المغارنات يعني قارن نفسك كنوع إيجابي حيث أن تكون همتك أعلى أو أنها لا تأثر على حياتك الشخصية أنا ودي أتكلم على أمر مهم وهو مع من أغارن نفسي أنا مثلا كطالب أو كمجدد أو كمتزوج أو حتى خواتنا وخواتنا المتزوجة لما يتكلم عن النساء خاصة موضوع المغارنات أنا مع من أغارن نفسي في جانب إيجابي في جانب سلبي أنا تكلمت عن جانب المشرق لكن أحيانا أتكلم عن النساء بعض النساء تقارن نفسها بمن ربما تفوقها في قضية المال مثلا تجد هذه المرأة زوجها على سبيل المثال ثري وثرى ما شاء الله يعني كثير طيب وزوج الأخرى يعني نقول على قد حالة مثلا طيب فتقول فلان أهدى لزوجته مثلا كذا وأهدى لها هذه القطعة بكذا وأهدى لها السيارة وعمل وعمل هذا من المقارنة الخاطئة فهذا الرجل عنده القدرة على أن يأتي لزوجته بكذا وكذا وهذا الرجل ليس عنده القدرة فهذه مقارنة خاطئة لا تصح لكن أنت تقارن بقضية إخلاص هذا الرجل لزوجته القيام بخدمتها القيام على رعايتها الاهتمام بأولادها وهكذا تقصد المعنويات هي تكون أفضل من ناحية معنوية وليس من ناحية مادية نعم لأننا مشكلتنا للأسف في بعضهم يقارنون بأشخاص من ناحية مادية وهذه تسبب مشاكل أسرية صحيح فليس كل شيء يأتي بالمال صحيح وليس كل شيء يأتي بقضية الهدايا يعني حتى لو كانت بسيطة لكن إن كانت من إنسان مخلص محب فلها أثرها الطيب في نفسه الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادو تحبو فلم يذكر عليه الصلاة والسلام الهدية أن تكون ذات قيمة مالية وإنما تكون هدية مجرد ذكرك لهذا الإنسان هذه بحد ذاتها هدية ممتاز إذن شيخ الغالي من ناحية أيضا المغارنات لا شك أن الأشخاص لهم دور كبير في عملية مغارنات من ناحية إيجابية وهو علو الهمة أتكلم الآن شيخ الغالي من ناحية الرفاهية لكل إنسان حقا أن يكون يعني مرفع ولكن يجب أن تكون مغارنتة مع الأشخاص الآخرين بمعتدلة يعني على سبيل المثال لا تحاول أن قدام الناس النوع الممتواضعين ماديا أو نوع الممتواضعين معنويا أنهم يقارنون نفسهم بطريقة أحدى لكل إنسان فري لو نعطي نصيح على موضوع المغارنة الثراء الموجود عنده في أقل من دقيقة أحيانا قيل يعني في الأمثال لا تصاحب لا تصاحب غني قال لما لأنك تريد أن تجاري زين إن سافرت معه فتريد أن تفعل كما يفعل على سبيل المثال هو يعني ربما يعطي من شيء يعني عنده أكثر من ذلك فأنت تكون في هذه النتيجة أتعبت نفسك بأنك لا تستطيع أن تجاري وربما أفقرت نفسك لأنك أعطيت بكل ما في جعبتك فدائما الإنسان سبحان الله يرضى القناعة أنا أريد أن أتكلم عن القناعة ولو يعني بجزء بسيط القناعة اقنع بما آتاك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس ويقول الشاعر خذ القناعة من دنياك وارضى بها لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هالراحة منها بغير القطن والكفن القناعة هي الحياة الطيبة لما تكون قنوع بما آتاك الله عز وجل تعيش حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة كل شكر لك شاهد غالي مقصد على هذه الحلقة المميزة مشاهدناك الله في الختام أصلا الله عظيما يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم عني لنعمة الأمن والأمان مع السلام